لماذا الصحراء مغربية؟ لعلك تنتظر مني الآن أدلة دامغة في التاريخ والسياسة والجغرافية أن أقنعك بالحجة أن أقارعك بالدليل أن أتلفف بالوثائق والأرشيف لا لن أفعل هذا سأكتفي بعرض صورة أو بالأحرى صورتين لكن في البداية أريدك أن تهدأ أنا هنا لا أتحدى أحدا بالعكس أطلب الفدوء والفهم وربما المؤازرة شاهد معي الصورة الأولى هذا هو المغرب الذي تربينا على رسمه نحن المغاربة وعددنا 40 مليون عدد ليس بالحي الكثير من دول وشعوب العالم تراه كما نراه وآخرون لا واعتبر أن هذا من حقهم أما هذه فهي الصورة الثانية لمغرب آخر يطلبون مننا قبول مغرب كما تراه مقسوم إلى نصفين نصف ينزع منه ونصف نحتفظ به وهذا النصف كما ترى مقطوع جنوبا بخط مستقيم وكأنه قطعة زبد نحرها سكين حارق في أبهى عمليات ذبح عودنا على إتقانها الثنائي سايكس بيكو أما الآن فحاول أن تنسى كل شيء مواقفك من المغرب عواطفك اتجاه فرغ دماغك تماما من المغرب أنت لا تحبه ولا تكرهه ثم تخيل نفسك ولدت في المغرب مغربي ولدت معنا في هذه البقعة وقل لي بالله عليك بصراحة هل ستقبل أن يقطع بلدك ويقسم إلى نصفين؟ طيب تصور أن يطلب منك ذلك باسم حق النبيل حق الشعوب في تقرير مصيرها أن الشعب الذي في الجنوب لا يريد أن يكون مع الشعب الذي في الشمال والحل هو قطعهم قطعا كل شعوب العالمي تسير نحو التوحيد إلا أنت يطلب منك أن تنشطر إلى شعبين أن يقال لك إنك تحتل بقعة من أرض تراها أرضك تربيت على أنها أرضك اسأل نفسك إذن أي عذر؟ أي دليل؟ أي منطق؟ سيجعلك تقبل أن يقسم بلدك بهذا الشكل لو كنت مغاربيا أو عربيا أو مسلما وقلت لي إنك على استعداد لتمزيق أرض تربيت على وحدتها فأنت لا محالة كذب أو تنقصك الشجاعة على الاعتراف أن هذا التقطيع لا يقبله أي عقل نحن نعرف جيدا فكرة الأرض في عقولنا مهما اختلفنا من المغرب إلى العراق قد نختلف في كل شيء إلا في تقدس الأرض ربما تعتقد أنك تعرف المغرب جيدا فتذكرني بسبت ومليلي المحتلتين في محاولة المزايدة علي إن تمسكت بالصحراء جنوبا فلم لا أتمسك بنفس القوة بالمواقع التي تحتلها إسبانيا شمالا وهذه هي مشكلتنا الجهل نزايد بالجهل لأننا لا نقرأ وهذا ليس استنقاصا من أنفسنا هذه حقيقتنا التي علينا أن نتقبلها نحن لا نقرأ لأنك وفي أول كتاب للتاريخ لو فتحته ستجد موقع المغرب تاريخيا كأول البلدان التي دفع الثمن سقوط الأندلس سقوط الأندلس ستتعجب ما علاقة سبت بالأندلس؟ أوه العلقة قوية يا صح عندما انطلقت سفن طارق بنزياد من طنجة متجهة نحو إسبانيا وفيها أسست حضارة مذهلة ما تزال تفتخر بها إلى يومنا هذا لا تنسى أن بسقوط نفس الحضارة أتتنا سفن أخرى إسبانية وبرتغالية هذه المرة لتهجم على نفس الموانئ التي انطلق منها بنزياد وطبعا كانت هذه الموانئ في أراضي المغرب الحالي بما أنه الأقرب جغرافيا إلى إسبانيا تعتقد الصديقي أن احتلال سبت ومليليا حدث خلال الحفل الإمبريالي الأخير ببطولة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وآخرون لا القصة طويلة معقدة عمرها أكثر من ألف عام هل تعلم خوية أن سبت دخلت تحت سيطرة بورتغال كنتيجة فورية لانهيار الأندلس ومنها سلمت إلى إسبانيا وهذه قصة أخرى بل سأقول لك أخطر من ذلك لم تكن فقط سبت ومليليا المغرب دفع ثمنا ضاهدا لسقوط الأندلس مدن كثيرة منه سقطت بعد غزوه من البرتغال والإسبان دم لحملة إعادة الحي منها بحسيمة، سبتا، مليليا، باديس، طنجة، كسالكبير، العلايش، القنيترا، المهدية، سلا سويرا، آسفي، أزمور، جديدة وأجادير، سيدي إفني ومدن وقلاع بالعشرات حتى أن بعضها حافظ على تسميته بالبرتغالية إلى يومنا هذا مزاقاو التي تحولت إلى مزاقان وكذلك موغادور وزيد وزيد هل تعلم خوية هل تعلمي نختي أن الحروب المغربية البرتغالية دامت 300 عام ولست هنا أقدم لك درسا حول أجدادي في قتالهم من أجل التحرير لا 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 أجدادي ليس خيرا من أجدادك بل ربما لدينا نفس الأجداد ولذلك لدينا نفس الرابط البيولوجي مع الأرض إذا كنت تطلب مني اليوم تقسيم بلدي بعذر أو بمبدأ اقتنعت به أنت فأنت تطلب مني أنا المستحيل ولو كنت مكاني لفعلت مثلنا بالطبط ألف عام ونحن نرسم هذا البلد كما تفعل أنت بالطبط نفقد أجزاء ونسترد أجزاء أخرى نحن مثلك لا ننسى بقاعنا وموانئنا سبت ومليليا والجزر الأخرى وإن طال احتلالها لن ننساها طبعا أما الصحراء فأله لا نقاش فيها أصلا ألم يقف بنعم تكريم الخطابي أمام أقوى جيوشه العالمي مقابل الأرض ألم يقف العربي بن مهيدي في الجزائر مبتسما شامخا مقابل الأرض ألم يقف الفلاقة في تونس أمام جحافل المستعمري مقابل الأرض ألم يقف عمر المختار في ليبيا أمام الفاشيتي مقابل الأرض أجدادك وأجدادي وقفوا مقابل الأرض وتريد منا نحن اليوم أن نترك نصف الأرض أنت أدرى مني الآن أننا فقط لا نستطيع ليستر ترجمة نانسي قنقر